بسم الله الرحمن الرحيم تفسير قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال تعالى في الآية الخامسة عشرة من سورة البقرة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه قوله عز وجل الله يستهزئ بهم فيه أوجه من الجواب فمعنى استهزاء الله بهم أن أظهر لهم أي المنافقين من أحكامه في الدنيا خلاف ما لهم في الآخرة كما أظهروا من الإسلام خلاف ما أسروا ويجوز أن يكون استهزاؤه بهم أخذه إياهم من حيث لا يعلمون كما قال عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويجوز والله أعلم وهو الوجه المختار عند أهل اللغة أن يكون معنى يستهزئ بهم أي يجازيهم على هزئهم بالعذاب وقوله عز وجل ويمدهم في طغيانهم يعمهون معنى ويمدهم يمهلهم وفي طغيانهم معناه في غلوهم وكفرهم ومعنى يعمهون في اللغة يتحيرون يقال رجل عمه وعامه أي متحير وقال الشيخ محمد متول الشعراوي في خواطره عن قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون إن هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة ولكن الله سبحانه وتعالى وهو القادر القوي حينما يستهزئ بهم يكون الاستهزاء أليما وإذا كان المنافق قد أظهر بلسانه ما ليس في قلبه فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله فإذا كان له ظاهر وباطن يعامله في ظاهر الدنيا معاملة المسلمين وفي الآخرة يوم تبل السرائر يجعله في الدرك الأسفل من النار لا يساويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد قال تعالى الله يستهزئ بهم والاستهزاء هو السخرية فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن يتمسكوا بالظاهر فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أن يزيدهم في هذا الطغيان لأن المد هو أن تزيد الشيء ولكن مرة تزيد في الشيء من ذاته ومرة تزيد عليه من غيره قد تأتي بخيط وتفرده إلى آخره وقد تصله بخيط آخر فتكون مددته من غيره فالله يزيدهم في طغيانهم وقوله تعالى يعمهون العمه يختلف عن العمى والخلاف في الحرف الأخير العمى عمى البصر والعمه عمى البصيرة ويعمهون أن يتخبطون لأن العمى ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسي من عمى البصر أو التخبط في القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة والله تعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فكأنما العمل المادي قد لا يكون ولكن يكون هناك عمل بصيرة وقرأ قوله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فكأن عمل بصير في الدنيا يعمي بصر الإنسان عن رؤية آيات الله في كونه ويعميه عن الإيمان والمنهج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر